الروائي الكبير الأستاذ إبريم عبد المجيد أهلاً وسهلاً بحضرتك استنناك كتير عشان تجلنا بس ممكن لقولك دلوقتي أهلاً وسهلاً بحضرتك وحمد الله على سلامتك أهلاً بك يا دكتورة دررية نسعيدة أول ناشف حضرتك يعني بصراحة تليك تأثير عظيمة وعلينا وعلى الأجيال اللي بعدنا كلها في الثقافة والإعلام والفن وكل حالة شكراً جزيك شكراً جزيك شكراً جزيك شكراً سبري أنا الحقيقة عايزة أبتدي من إسكندرية حضرتك إسكندراني من كرموس ودرست في جمعة إسكندرية ودرست الفلسفة بشكل خاص وبعدين دلوقتي يبقى لك ما يقرب من نصف قرن في القاهرة حاجرت إسكندريا لي أيامنا كانت مختلفة شوية مجيدة إسكندتك تعرفش تتفكر شوية من ده أنا الزمن ده ما كانش فيه إنترنت حتى التليفونات كتعطلانة يعني عشان تكلمه واحد في التليفون تعود أربع ساعة على من التليفون يتشتغل البريد كان بيوصل أو يوصلش يعني ما كانش زي دلوقتي فكنت أنا ببعت قصصي للمجلات في القاهرة زي الطليعة مجلة الطليعة اللي كانت تطلع من أهرام أو مجلة هلال أو مجلة المجلة اللي كانت تطلع من الهيئة القومية اللي كانت تكتاب دلوقتي ببعتها ببريد يعني وأحيانا ما كانش بتوصل يعني وكانت بتوصل فبعضها هيوصل يعني كنت باقي كل 3-4 شهور عشان مثلا بفيه كان فيه مكافئات ساعتها مكافئات كانت لذيذة جدا كانت خمسة جنيه القصة والخمسة جنيه دي كانت تجيب بدل هيلد إنجليزي ساعتها يعني خمسة جنيه خمسة جنيه في آخر الستينات وأول السامنة فقلت لأ لازم أعيش هنا بقى لاني مش هينفع أننا رايح جاي كده فلازم أعيش بالقاهرة يعني احنا كنا مع جميلة من قد بقى في اسكندرية يعني انا يقولت لهم احنا هنا في حالة سعادة لا احنا هنا في اسكندرية نعمل الندوة والروع مبسطين انا هروح للمشاكل وروح تجاي القاهرة انا بسعل حضرتك هذا السؤال لأنه يعني هناك ما يشبه هجرة لأدباء الأقاليم من الأقاليم إلى القاهرة هذه الهجرة كيف تراها؟ هو هي في لغاية قريب كتبي طبيعي لأن المركزية الثقافة في القاهرة دي قافة من قافات الحياة الاجتماعية يعني أن المركزية كلها في القاهرة كل حاجة المجلات والصحف والإزاعة والتلفزيون كله في القاهرة يعني المعروف يعني كويس يعني بينما معظم الحاجات دي بدأت أصلا في الأقال في اسكندرية يعني الأهرام طرح في اسكندرية وكل حاجات طرح في الزمان أوي يعني فطبعا المركزية دي بتخلي الكاتب عاوز يبقى في المركز لأنه كمان يعني حتى لما بيعت المجلة فممكن نقول لهم ما جلت ليش ما شفتهاش يعني لكن لما بيداله بنفسه أو بكده يعني يعني غير لما يكون قدام عينيه يعني فكله بيجي للقاهرة عشان المركزية دي رغم أنه يدقى في جماعات وفي نقاط في الجماعات وفي الميديا تفتحت شوية ما بقاش ضروري يعني يجي القاهرة يعني طب يعني لماذا هذا الوضع مستمر لا هو مش مستمر مئن في المية لكن هو برضو لسه في أثار للمركزية برضو يعني في أثار للمركزية يعني تلاقي مثلا الناس شايف أنه هو لازم يجي عشان كده عشان الاهتمام أكتر من النقاط أو من القائمين على الجواز أو الطباعة دول النش الكبيرة كلها في القاهرة كلها في القاهرة ورغم أنه مبنطني بعت العمل يعني أنا ما بروحش ضروري النش بس أنا عايش في القاهرة بس ما بروحش طرعين نش ببعتوا بالإيميل يعني لكن برضو مازال في بعض الناس عندها لا أروح القاهرة لكن فيه كتاب كتير عايشين في بلاتهم لسان خلاص بيجوش يعني يعني الأقاليين مازالت تنجب ومازالوا مقيمين زي مين من الأسماء يعني مثلا في عندك مثلا في الأسر في أسماء كتير في أحمد بوخنيجر في أسوان مثلا في الأسر في أشرف الخميسي في أدم العبودي في كتير أسماء كتير يعني بس أنا مش مركز مع الأسامة مش عاوزة نسانية أسماء حد وفي دمياط في ناس وبرو سعيد في ناس واسكندرية طبعا من أجيالنا ما زالت سعيد سالم ومصطفى نصر وغيره يعني وأجيال جديدة بقى زي عبد الرحيم يوسف وأسماء كتير قوي في أسكندرية وبنات كمان جميلة جدا من دوتكتب في أسكندرية يعني وعيشي في أسكندرية وعيشي في أسكندرية وطبعا في ناس فيه كثير جدا جدا